الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبق الكلام عن أقسام التوحيد فذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وقد تكلمنا عن توحيد الربوبية واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن توحيد الألوهية وقد عرفه العلماء بأنه إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وتوحيد الألوهية أو الإلهية هو توحيد العبادة يعني جعل العبادة لواحد وهو الله جل وعلا ويعرف أيضا توحيد الألوهية بأنه توحيد الله بأفعال العباد سواء كانت قولية أو بالجوارح أو بالقلب فإذا توجهت بها إلى واحد وهو الله تبارك وتعالى كنت موحدا توحيد الألوهية وإذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة والعبادة عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ومن أمثلة ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا بر الوالدين وأداء الأمانة وصلة الأرحام والدعاء والذكر وكذلك حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله والصبر لحكمه والتوكل عليه كل هذه أنواع من أنواع العبادة وإذا أحببنا أن نقسم أنواع العبادة فيمكن أن نقول أن منها ما هو قولي كالدعاء وقراءة القرآن ومنها ما يكون بالجوارح كالصلاة وكالجهاد مثلا ومنها ما يكون بالقلب كحب الله ورسوله وكالرضا في قضاء الله والتوكل عليه هذه أنواع من العبادة التي ينبغي أن لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى وتوحيد العبادة من الأهمية بمكان فهو أساس دعوة الرسل فجميع الرسل قد جاءوا بالدعوة إليه كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهو أيضا أعظم أصول الدين وأفرضها فهو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو أيضا أول واجب على المكلف أول واجب يدعى إليه العباد والسلف كلهم متفقون على أن أولا ما يؤمر به العبد النطق بالشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي رواية إلى أن يوحد الله وهو أيضا مفرق الطرق بين الموحدين والمشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهو التوحيد الذي علقت به السعادة والنجاة في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وهنا بعض التنبيهات أول هذه التنبيهات بيان مسميات توحيد الألوهية هذا التوحيد له أسماء فهو يسمى طبعا كما ذكرنا سابقا توحيد الألوهية وذلك باعتبار إضافته إلى الله أو باعتبار الموحد ولأنه مبني على التأله لله تعالى وهو التعبد المصاحب للمحبة والتعظيم ويسمى أيضا توحيد العبادة وذلك باعتبار إضافته إلى الموحد وهو العبد لأن العبد يتعبد لله بأداء ما أمره به واجتناب ما نهاه عنه وقد يسمى بتوحيد الإرادة والقصد والطلب لأن العبد لا يطلب ولا يقصد ولا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى فيعبده مخلصا له الدين وله مسميات أخرى وأما التنبيه الثاني فبيان أن الألوهية والربوبية تارة يذكران معا فيفترقان في المعنى ويكون أحدهما قسيما للآخر كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فيكون معنى الرب هنا المالك المتصرف في الخلق ويكون معنى الإله المعبود بحق المستحق للعبادة وحده وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى كما في قول الملكين للميت في القبر من ربك ومعناه من إلهك وكما في قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فالربوبية في هذه الآيات هي الإلهية وأما التنبيه الثالث المنكرون لتوحيد الألوهية في البشرية أكثر من المنكرين لتوحيد الربوبية ولهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وجحود هؤلاء لتوحيد الألوهية له مظاهر يتمثل بها يتمثل مثلا بعبادة غير الله من الأشجار والأحجار والأصنام والقبور والأضرحة بل وحتى عبادة المشائخ عند بعض الطوائف التي ظلت الطريق يعتقدون فيهم النفع والخير وفي هذا القدر كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر